السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أربعة أماكن يسكن فيها الجن والشياطين داخل منزلك ويؤذون أولادك قد حدلنا منها النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بفعل هذا الشيء الذي سنتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعوا معنا ولكن قبل شروع في بدء هذا الفيديو نرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو ومشاركته لكي تعم فائدته فالدال على الخير كفاعله أخوان كرام خلق الله الإنسان والجن لعبادته وجعل لهم أماكن يسكنونها وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما على الأرض فقط لعبادته سبحانه وتعالى وخلق الله الجن قبل أن يخلق الإنسان وكانوا يحكمون الأرض ويعيشون فيها ولكنهم بغوا وسفكوا الدماء وفسدوا في الأرض فكان عقاب الله لهم شديد وهو أن يسكنوا في الصحراء والأماكن المهجورة ولكنهم تجرعوا وأصبحوا يسكنون في منازلنا وقد يشاركوننا طعامنا وملابسنا ويطلعون علينا بحيث لا نراهم وحذرنا الله منهم في قوله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبلوا من حيث لا ترونهم الآية الكريمة أماكن يسكنها الجن داخل وخالج منازلنا وطرق طردهم منها من نسبة الأماكن التي داخل المنزل فهي أول مكان يتواجد فيه الجن والشياطين في المنزل هو الحمامات لأنه المكان الوحيد الذي لا يذكر فيه اسم الله ولأنه مكان خروج فضلات الإنسان والجن يعشق التواجد في المكان غير النظيف والكريه الرائحة فيجب عليكم المحافظة دائما على نظافته وتطهيره وتعطيره المكان الثاني الذي يكثر فيه تواجد الجن والشياطين هي الأماكن التي يكون فيها التنور أو المطبخ أو الفرن أي أماكن يشعر النار والجان الذي يسكن في هذه الأماكن غير مؤذي وأكثر شيء ممكن أن يفعله أن يصدر بسببه أصوات خبط ويسبب لك الخوف والرعب فيجب دائما التسمية والصلاة عسيدنا محمد عند تحديد الطعام وعدم استخدام الصوت العالي في المطبخ المكان الثالث الذي يكثر فيه تواجد الجن هو الأماكن الموجودة فيها تماثيل ومجسمات لأنها من الأشياء التي يتلبسها جنود إبليس اللعين والجن الطال لمراقبة أحوالنا المكان الرابع الذي يكثر تواجد الجن فيه هي أماكن المخازن أو الأماكن الرطبة فحاول دائما باستمرار تعقيم هذه الأماكن وتطيرها ومسحها بالملح وماء الورد أما الأماكن التي يتواجد فيها الجن خارج البيت فهي أولا البيوت المهجورة من السكان ولعلك تسمع عن حد الأحياء به منزل مهجور وتحدث فيها أصوات أو أشياء غريبة وكذلك في الأسواق يستحب أن لا تدخل السوق أول واحد ولا تخرج منه آخر واحد وللسوق دعاء لا بد من ذكره للتحصين اللهم ارزقنا خير ما فيها وأبعد عنا شر ما فيها وكذلك المقابر والحفر في الشوالي قد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التبول في الخلاء حتى نأمن من شر الجن فمن الأسباب التي يعتصم بها العبد من شياطين الإنس والجن ما يري أولا التسمية وهو قول بسم الله قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله رواه الترمذي وصحه الألباني في صحيح الترمذي وهذا دليل على فضل التسمية وبركتها وأنه ينبغي للمسلم تعويض لسانه عليها في كل أمر وعلى أي حال ليبارك الله في أعماله ويحصنه من الشياطين وعليكم بتحسين أنفسكم وتحسين أولادكم بما ذكرناه لكم من هذه الأذكار والأولاد كي يحفظكم من الله تعالى من كيد الأشرار ومن شرياطين الإنس والجن هذا وصل الله وسلم عن بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أحبابي في الله إذا أسممت الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا منه قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشروا هذا الفيديو كي تعم فائدته فالدل على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر